برفقة وفد الرفيع المستوى قدمت السيدهم سعدين ويد هنغتا إلى مدينة موسر حاضرة ولاية بهر الغزل بهدف تنصيب أعضاء اللشنة الولائية لتنظيم الاستفتاءة الدستوري لولاية بهر الغزل هذا وخلال هذا الحفل فإن والي الولاية الجنرال لومجن سولينا أكد للبعثة بأن بهر الغزل قد التزمت بتنفيذ العمل الذي طلب منها عبر عملية توافقية ذلك قبل وصول البيعثة إلى موسر رئيسة البيعثة هم سعدين ويد هنغتا قدمت إلى مدينة موسر ليس فقط لتنصيب أعضاء المكتب الولائي للاستفتاءة الدستوري وحسب وإنما لتقديم وثائق الخريطة الانتخابية للولاية يتكون أعضاء اللشنة الولائية للاستفتاءة الدستوري لبهر الغزل من 13 عضوا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية وجمعات المشتمع المدني وأعضاء من الأقسام المحلية المختلفة وذلك تحت رئاسة والي الولاية تكوين أعضاء المكتب بهذه الطريقة لقد ترك أن طبعات جد إجابية لدى رئيسة البيعثة هم سعدين ويد هنغتا بحيث أن هذا التكوين أخذها بعين الاعتبار جميل طيف بالولاية وذلك من دون استثناء كما عبرت في نهاية الحفل عن سعادتها بهذه العملية التوافقية التي تم من خلالها تعاين أعضاء المكتب الولائي يشار إلى أن اللجنة الولاية للإنصفات الدستوري ستشرع فيما بعد في تكوين اللجانة الفرعية لها بمختلف محفظات الولاية ترجمة نانسي قنقر